بدون تردد ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالدعوات التي تتعالى يوما بعد يوم في الولايات المتحدة بمنع اللاجئين السوريين من الدخول إلى الأراضي الأمريكية لما قد يشكلونه من خطر أمني بخاصة بعد الاعتداءات الدموية التي عرفتها باريس الأسبوع الماضي وقد اعتبر الرئيس الأمريكي أن مثل هذه الدعوات مبنية على الهستيريا إننا لا نصدر قرارات جيدة إذا كانت مبنية على الهستيريا والمبالغة نحن منفتحون لأي أفكار من شأنها حسم أزمة اللاجئين لكن ليس هذا ما يجري على أرض الواقع فإن المرشحين حين يصرحون بأنهم لن يستقبلوا أيتاما في الثالثة من العمر فإن ذلك يعبر عن موقف يخدم أهدافا سياسية وقد أعرب أكثر من نصف حكام الولايات الأمريكية بالإضافة إلى عدد من المرشحين الجمهوريين للرئاسة عن اعتراضهم على استقبال اللاجئين السوريين موقف سانده رئيس مجلس النواب الجمهوري الذي دعا إلى تعليق استقبال اللاجئين السوريين خشية أن يتسلل بينهم جهاديون زعيم الأغلبية والقيادات الجمهورية بصدد التخضير لخطة تعالج قضية اللاجئين السوريين إن بلادنا لطالما رحبت باللاجئين لكن لا نستطيع أن نسمح للإرهابيين باستغلال تعطفنا هذا وقت يجب أن نخافض فيه على أمننا وإلا فسوف نندم في المقابل انتقد عدد من النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأصوات المطالبة بغلق أبواب الولايات المتحدة أمام طالبي اللجوء من السوريين لكن في المقابل أكدوا على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية تحسبا إلى أي مكروه أنا لا أتفق مع دعوات حكام الولايات والسياسيين الذين يرفضون استقبال السوريين هذا مناف للقيم الأمريكية نحن نتمتع بنظام تحقق قوي للغاية لجميع من يسعى إلى الدخول إلى الولايات المتحدة كلاجئ ولقد أضفنا المزيد من الخطوات للاجئين القادمين من سوريا وهذا مناسب لأننا إذا لم نطلع على وضع هؤلاء فهذا سيشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة القومية من جهتي أكد وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي جونسون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام الوضع الإنساني المتردي للاجئين السوريين مؤكدا في المقابل أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في القيام بكل ما في وسعها لحماية الأمن القوم الأمريكي أعتقد أن هناك إجماعا على ضرورة أن تقود الولايات المتحدة العملية وعلينا أن لا نترجع عن التزاماتنا الإنسانية ويجب إخضاع اللاجئين إلى الإجراءة الموجودة يبدو أن تداعيات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت باريس مستمرة ليكون ضحاياها هذه المرة مئات ألاف اللاجئين السوريين بالأساس لتغلق أمامهم المزيد من الأبواب مما قد يزيد من معاناتهم ترجمة نانسي قنقر